بسم الله الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محاضرتنا اليوم بعنوان الاختلالات الكرموسومية كرموسومة أبريشان بسم الله نبدأ على بركة الله الاختلالات الوراثية جينيتك ديس أوردرز هي عبارة عن أي مرض قد يسبب فأي خلل في هذه الكرموسومات أو في جينوم الشخص يؤدي إلى اختلالات وراثية جينيتك ديس أوردرز هناك عدة أنواع أولا single gene defects أو ما يسمى monogenic اختلالات الجين الواحد قد يكون dominant أو recessive قد يكون سائد أو متنحي multifactorial problems أو ما يسمى polygenic له متعدد العوامل والجينات قد تكون جينات أو اختلالات تراثية وأيضا ترافقها تأثيرات أخرى كرموسومة abnormalities اللي اختلالات الكرموسومية ويحن نسمى alterations, aberrations anomalies عند التسمية لها theratogenic problems اللي هي التشوهات الخلقية إذن هناك ما يسمى تشوهات منذ الولادة أو مسخية أثناء التكون الجنيني والتعضي organogenesis mitochondrial inheritance مثل الحصب الألماني هناك اختلالات في أيضا توريث الدينة الخاص والميتوكندرية نبدأ بأول نوع من الاختلالات الوراثية single gene defects ما يسمى منوجينيك منذ الاختلالات الوراثية للعالم منذل إذن منذلية الهنة الخاصة بالعالم منذل a single gene is responsible for the defect or abnormality المسؤول عنها جين واحد فقط وهذه الdisorders يمكن أن تصنف إلى قد يكون الجين dominant هكذا ن troisième المنت وهذا النوع من uno من تصل بم pick up owner عكس الرجل Around corro ż ان يجب أن يكون المتنحي أن يكون أليلين كاملين غير طبيعيا بينما في الدومينان يكفي أن يكون أليل واحد أو يكون جين واحد قادم من أحد الآباء هو غير طبيعي مثال الدومينانت جينز اللي هي أكوندرو بليشيا اللي عملية التقزم التقزم وعدم تكون كوندرو بمعنى غضاريه بعد عدم تكون الغضاري وبالتالي عدم التعظم وأيضا الاستطالة والطول وبالتالي يصبح الشخص اللي هو أكوندرو بليشيا إمبرفكت بون ديفولومنت كوزينج دوارفزم ويؤدي إلى التقزم هناك أيضا وتلازمة أخرى لها علاقة بالجين السايد مارفان سندرام وهي عبارة عن كونكتف تيشو ديس أوردر كوزينج لونغ ليمز أند هارد ديفيكتس فشاكل في القلب وأيضا طول الأذرع اللي هي الطرفين أو الأطراف العليا والسفلة هناك نوع آخر قد يحدث عن طريق الجينز اللي هو ريسيسيف وهذا قد يكفي أن يكون أو يلابد أن يكون من كل الأبوين جين في مشاكل مثال عليه سيكل سيل أنيميا اللي هي عبارة عن شكل غير طبيعي للأر بي سيز القرات الدم الحمراء وخلايا الدم الحمراء أو يسمى إريثروسايتس تكون على شكل المنجل لذلك يسمى اللي هو أمراض فقر الدم المنجلي أو الأنيمة المنجلية تايساكس ديزيز تايساكس ديزيز كوزين دي جنريشن وهذا عادة يموت الشخص في السنة الرابعة إلى الخامسة فسببه يكون خلل في الكرمسوم رقم 15 سيستيك فيبروسيس التليف الكيسي خلل في الغداد يؤدي كوزين إكسيزيز ميوكوس وهذا يؤدي إلى تراكم المخاط في الرئتين وأيضا يعمل مشاكل في التنفس وإيضا مشاكل في البنكرياس وضع في البنكرياس وامتصاص الطعام في الأمعاء النوع الثاني من الاختلالات الوراثية في المتعددة الجين مالتي فكتوريال بروبلمز أو يسمى بوليجينيك متعدد الجين أو متعدد العوامل are caused هذه المشاكل تحدث caused by combination of environmental factors and mutations in the multiple genes اختلالات في الجينات ترافقها أيضا اختلالات وعوامل بيئية قد تؤثر عليها اعطيني أمثلة عليها أمثلة على هذه الاختلالات الوراثية Alzheimer's disease arthritis المفاصل التهاب المفاصل diabetes السكري obesity السمنة high blood pressure أيضا ضغط الدم العالي and cancer لو نضرب مثال على الكنسر for example different genes that influence pressed cancer have been found on chromosomes يعني المسؤول عن pressed cancer هي جينات توجد على الكروموسوم 6 11 13 14 15 22 إذن هذه هي متعددة polygenic disease these are problems أو نسميها disorders theratogenic problems اللي فينا التشوهات الخلقية وليست خلقية نقول خلقية congenital congenital problems يعني منذ الخلق والخلقة وليس الخلق إذن تشوهات أو مسخ خلقي من أثناء التكون الجنيني many birth defects occur when the fetus is exposed to the theratogenes هذه تحدث إذا تعرض الجنين إلى مواد مشوهة theratogenes مثل ماذا هي عبارة عن مواد تحدث خلل وتشوه they are substances that cause abnormalities during the first trimester of the pregnancy خلال الحمل أو الجزء الأول من الحمل اللي أقصد فيها اللي هي first trimester اللي هي الثلاثة الأشهر الأولى لأنه نقسم الحمل إلى ثلاث trimester اللي هي first second وthird فهذا الأول أقصد فيها الثلاثة الأشهر الأولى من الحمل فيكون فيها الإنسان أو الجنين معرض لهذه المواد المشوهة فتحدث ما يسمى theratogenic problems أو disorders اللي هي المشاكل الخلقية أو المسخية أو التشوهات إذن إذا تعرض الجنين لهذه التيراتوجينز خلال first trimester of the pregnancy when organs are forming اللي نسميها organogenesis خلال عملية التشكل للأعضاء تحدث التشوهات في الأعضاء في أعضاء الجنين بعض المواد التي تؤثر على هذه الحالات اللي هي some known theratogenes include the flung certain modifications اللي هي drugs دائما العقاقير والأدوية قد تسبب مشاكل خلال الفترة الأولى من الحمل لذلك باستمرار always consult your doctor before taking any medications during pregnancy دائما ما يسأل الطبيب المرأة هل هناك حمل أم لا حتى لا يؤثر بعض الأدوية على التكون الجنيني أو التكون العضاء في المراحل الجنينية alcohol أيضا الأمور هذه المحرمة تؤثر على التكون الجنيني والتشوهات الجنينية radiation exposure أيضا التعرض للأشياء زي x-ray وغيرها لذلك دائما من الحامل تسأل المرأة هل هناك حمل أم لا قبل إجراء عملية الإشعاع والتشعير اللي هي irradiation heavy metals أيضا تعرض لللد الرصاص أرزينيك أي مادة هي من المعادن الثقيلة قد تؤثر certain infections such as ribolla زي الحصب الألماني قد تؤثر أيضا وتحدث تشوهات في الجنين رابعا والذي همنا في هذه المحاضرة هي chromosomal aberrations abnormalities alterations anomalies إذن هذه تسمى الاختلالات والعيوب الكروموسومية من هي الكروموسومية alterations are a group of the conditions مجموعة من الحالات that are the result of the problem with one of 23 pairs of chromosomes إذن حالة ومجموعة من الحالات المرضية قد تظهر بسبب واحد من الكروموسومات أو أزواج الكروموسومات الثلاثة والعشرين a chromosomal abnormality can affect the number of the chromosomes or structure of the certain chromosome إذن إما يكون الخلل في عدد الكروموسومات numerical أو تكون structural أو خلل في الشكل والتركيب والمحتوى إذن قد يزيد أو ينقص العدد عن العدد الطبيعي أو نقول العدد قد يكون طبيعي لكن هناك خلل في التركيب إما كسر أو حذف أو انكاس أو انقلاب إلى آخر حنأخذ هذه الأنواع كروموسوم abnormalities هذه الأختلالات الكروموسومية تحدث خلال خطأ في عمليات ومراحل الانقسام الاختزال الميوزيز وهذه دائما نسميها non-disjunction problem اللي هي مشكلة عدم فصل الكروموسومات disjunction اللي هي عملية الفصل non-disjunction اللي هي عدم انفصال بعض الكروموسومات عن بعض البعض إما في الميوزيز 1 أو في الميوزيز 2 تعالوا نشوف هذا الخطأ الذي يحدث دائما وهو يؤدي إلى الكروموسوم alterations لاحظوا هنا زوج bear of the homologous كروموسوم في الخلية ولتكون هذه الخلية لديها فقط كروموسوم زوج واحد من الكروموسومات قد يحدث non-disjunction في الميوزيز 1 فتصبح الخلية الأولى فيها كروموسومين بينما الأخرى فارغة من الكروموسومات إذن لم ينفصل المفروض أنه ينفصل الكروموسوم الأحمر عن الكروموسوم الأزرق هذا الطبيعي النورمل ميوزيز 1 لكن هنا non-disjunction وين في الميوز 1 فذهبت كلتا أو كل الكروموسومات إلى الخلية الأولى بينما الأخرى لم يذهب بلا شيء إذن هذه العمل يسمي non-disjunction عدم الفصل لم تنفصل الكروموسومات وأدت إلى ظهور هذه الحالة وبالتالي هذه الخلية هيحدث الهميوزيز 2 طبيعي فتنقسم الكروموسومات بالخلية الأولى ثم الخلية الثانية وهذا أيضا نفس الكلام إذن سيكون عندنا هنا abnormal gametes اللي أمشاك غير طبيعية في الذكرة أو في الأنثى وبالتالي لاحظوا 2 gametes have 1 كسترا المفروض هنا واحد وهنا واحد فقط وليس اثنين لأنه عندي اثنين من الكروموسومات مثل ما أقول 46 كروموسوم في الإنسان يجب أن يكون المحصلة 23 هنا الثنين يجب أن تكون المحصلة النهائية في الأمشاج واحد فقط اللي هو نصف الاثنين واحد لكن صار عندي اثنين اثنين وهذا هو الخطأ هذا هو الخلل بسبب ماذا؟ نين أعفو non-disjunction اللي هو عدم فصل الكروموسومات أيضا عندي خليتين فارغة 2 gametes have one less يعني أقل من الطبيعي بواحد وهنا نسمي أيضا اللي هي abnormality صغير طبيعي قد يكون لاحظة الرسمة الثانية قد يكون non-disjunction في الميوز 2 ميوز 1 هيحدث بشكل طبيعي كروموسومين في الخلية الأم يعطى كروموسوم للخلية أولى وينعز الكروموسوم للخلية الثانية إذن هذا بشكل طبيعي لكن في الميوز 2 قد يحدث خطأ لاحظوا هنا normal في الخلية الأولى نفصل الكروموسوم إلى كروماتيد وكروماتيد وهذا طبيعي normal لكن هنا في الخلية الأخرى لم يحدث لها الإنعزال فحصل non-disjunction ذهب كل أعداد الكروموسوم في الخلية الأولى إلى الخلية الأولى انقسامية بينما الخلية الثانية دوترسيل لم يكن فيها أي شيء وهذا نفس الكلام هنا كروموسوم زائد وهنا كروموسوم ناقص عن الطبيعي إذن هذه عملية يسمى non-disjunction in the muses إما يكون muses 1 أو muses 2 وبالتالي قد يحدث زيادة كروموسوم واحد عن الطبيعي أو يكون نقص إن نقصا واحد أو يكون نقص عن الكروموسوم الطبيعي الأعداد الطبيعي طبيعي ماهي أنواع morphology or structure خلل فيه تركيب الكروموسوم إما حذف أو زيادة أو تضاعف أو انعكاس وهكذا تعالوا نشوف ماهي الاختلالات العددية في الكروموسومات numerical chromosomal abnormalities اللي نسميها عادة anubloidy yubloidy اللي هي العدد الحقيقي الطبيعي لم أعضف لها an بمعنى أنفي أنها ليست حقيقية ليست طبيعية فتسمى anubloidy numerical abnormalities are a type of the chromosomal apparition or defect certain pairs of the chromosomes or affect the whole set إذن هو خلل في زوج من الكروموسومات أو يحدث خلل أيضا في كامل المجموعة الكروموسومية usually due to error in the muses نعرف نها السبب الذي أدى إلى هذه الاختلالات الكروموسومية العددية زاد كروموسوم أو نقص كروموسوم هو خلل في الميوسز وهذه الحالة سمينا non disjunction عدم الإنعزال أو الفصل في الكروموسومات إما في الميوسز 1 أو في الميوسز 2 من المعلوم الطبيعي أنه مثلا في الإنسان عدد الكروموسومات اللي هي 2N دايسومي نسميها سومي يعني كروموسومي دايسومي 2N refuse to the normal كروموسوم كومبليمنت اللي هي 23 بيرز ما هي الأنيوبلويدي اللي هي الصورة الغير طبيعية لاحظوا لنفرض نفترض هنا أن هذه الخلية الطبيعية لها أربعة كروموسومات أربعة أزواج أربعة أزواج من الكروموسومات الزوج الأول هومولوجس كروموسوم الزوج الثاني الثالث الرابع هذه الطبيعية في حال نوع من أنواع الاختلال نسمى نالسومي بمعنى صبغي فارغ كامل زوج كامل رقم أربعة ثم حذفه أو اختفاءه إذن اميسينغ ون هومولوجس كروموسوم بير يعني اختفاء وفقدان زوج كامل من الكروموسومات كانت أربعة أزواج واحد اثنين ثلاثة فالرابع اختفاء اللي هو رقم أربعة هذا يسمى نالسومي اللي هي كروموسوم زوج كامل من الكروموسومات تم فقدانها لوس أبير أوف هومولوجس كروموسوم فقط كروموسوم أو زوج كامل من الكروموسومات مونسومي اللي هو نقص فقط كروموسوم واحد وليس زوج لوس أسينجل كروموسوم وهذه تظهر مثل ماذا تيرنارد سينجرام أو ما يسمى أيضا متلازمة كرايدو كات سينجرام إذن متلازمة تيرنارز في الإناث وكرايدو كات سينجرام اللي هي متلازمة بكاء القطط أو صوت القطط إذن لاحظ مونسومي الكروموسوم الزوج الأول كامل الثاني الثالث الرابع فقط كروموسوم واحد يفترع أن يكون الزوج ثنين كروموسوم لكن هنا كروموسوم فنسميها مونسومي أو مونسومي فقدان كروموسوم واحد من الزوج الرابع مثلا ترايسومي تراي يعني إضافة كروموسوم إلى أحد الأزواج إذن هذا الزوج الأول فقط الثاني اثنين والثالث أيضا هنا ترايسومي أما الثالث فهو ثلاثة كروموسومات هذا نسميها تراي سومي تراي يعني ثلاثة الكروموسومات أن إكسترا كروموسوم ثري كابيز أو أسنجل كروموسوم أصبح عندي 47 كروموسوم زيادة كروموسوم واحد كسترا كروموسوم في أي زوج في أي زوج ويصبح ثلاثة ثلاثة الكروموسومات بمعنى زاد كروموسوم واحد عن 2N 2N ستة وربعين زيد واحد سيصير 47 وهذا أيضا لها حالات سندرسها بعد شوي اللي تراي سومي 21 كوز داون سندرام وأيضا في الكروموسوم 18 اللي إدوارد وهكذا 13 باتوس سندرام إلى آخر إذن هناك عدة أنواع من المتلازمات بسبب تراي سومي تترا سومي زيادة زوج لاحظوا تترا زيادة زوج كامل فوق الزوج الكروموسومي الطبيعي فيصبح أربعة كروموسومي تسمى هذه الحالة تترا سومي الوتو زيد أنتو فيصبح عندي العدد أكبر بكثير من العدد الطبيعي أنيكسترا أنيكسترا هناك خلل هناك خلل في التركيب إما كسر أو حذف أو انقلاب أو انعكاس إلى آخر أو تضاعف هنشوف هذه الأنواع ما هي الاختلالات الكروموسومية التركيبية هذه تشير إلى أن هناك تغير في التركيب change in the structure or components of the chromosome أو المحتوى الكروموسومي وهذا يحدث إذا كان جزء من الكروموسوم يحدث له ماذا missing فقدان إكسترا تضاعف فوق بعض أو تغير تغير في المواقع قد تزيد أو تقل المادة الوراثية ما هي هذه الأنواع types of the structural operations إليا كروموسومي bricks كسر deletion حذف duplication تكرار أو تضاعف inversion اللي هو الانعكاس أو انقلاب translocation تغير في موقع كروموسوم مع كروموسوم آخر ring تكون الكروموسوم الحلقي بسبب كسر في الأطراف في الطرفين فتستطيع التحام الأطراف المكسورة فتشكل الكروموسوم أو isochromosome اللي هو الكروموسوم متساوي الأضلع والأذرع بسبب الانشطار الطولي بأعفر العرضي بدلاً عن الطولي سنتكلم عن هذه الأنواع لو نفرض أن النورمال كروموسوم لدينا هي الجينات التالية بهذا الترتيب ألفبتك ألفابتكال أوردر ABCDEFGHI إذن هذا الطبيعي إذا حصل بريكس كسر في هذه الجينات في هذا الكروموسوم قد يظهر بهذا الشكل بريكس ذا كروماتيد انز نهاية الكروماتيد قد تنكسر اندهي رابدلي وأيضاً يحصل لها التأم سريع أقصد بالحذف الكسر سيلتاح بسرعة لكن الحذف تنحذف إحدى الجينات أو جزء من الكروموسوم إذا كان عندي ABCDE نلاحظ أن الحذف طال منطقة D إذن هذا الكروموسوم الطبيعي إذا حصل له حذف ينحذف جزء من الكروموسوم فيصبح بهذا الشكل بعد الحذف بدلاً عن ABCDEFGHI أصبعات ABCDE أين ذهب الـD تم حذفه إذن هذه الاختلالات الكروموسومية التركيبية تسمى Dilection Duplication Part of the chromosome is Duplicated جزء من هذا الكروموسوم يتضاعف يتكرر يتكرر بمعنى ABCDEF هذه الطبيعي نلاحظ أن BC يتكرر مرة أخرى فيصبح عندنا بعد Duplication ABCPC DA إذن ABCPC تكرر الـBC مرة أخرى خلينا نسميه Duplication اللي هو التكرار والتضاعف مرة أخرى فيه نفس الكروموسوم أيضاً هذا خلل خلل الكروموسومي تركيبي Inversion اللي هي الانعكاس أو الانقلاب لاحظوا الطبيعي ABCDEF أصبح هنا عندي انعكس انعكست الأطراف A ثم بدأ DCB انعكاس بدلاً عن ABCD أصبح A DCB ثم E إذن انعكس بدأ من D بدلاً عن B فأصبح DCB إذن ما معنى انقلاب أو انعكاس Part of the كروموسوم has been reinserted يعاد إقحامه in the reverse order بشكل معكوس إذن كان BCD أصبح DCB يعني تم إقحام هذا الجزء لكنه كان إقحامه خاطئ بشكل مقلوب بشكل مقلوب ونسميه الانقلاب أو العكس Translocation أقصد فيها عندي كروموسومات مختلفة ABCDA والكروموسوم الآخر MNOBQR هذا AB سيتبادل قطعة منه مع MNO فيصبح هذا الكروموسوم MNO ثم يكمل CDAFGH بينما الكروموسوم الآخر ينعكس ويأخذ جزء آخر من الكروموسوم المقابل اللي هو ABPQR UR إذن تبادل قطع من كروموسومات مختلفة Parts of two non-homologous كروموسوم are joined أجزاء من الكروموسومات الغير متشابه تتبادل قطع مع بعضها البعض لاحظوا هنا لو فرضنا ABCDA FGH هذا هو كروموسوم الكروموسوم الآخر MNO BQ قنا سيتم استبدال AB بال MNO من الكروموسوم الآخر وال MNO تستبدل بدلها AB PQR وهذه نسميها Translocation Location موقع Trans يعني نقل ينتقل من موقع في الكروموسوم الأول هذه القطعة فتنتقل إلى كروموسوم والكروموسوم الآخر يبادل الكروموسوم الأول بقطعة مشابهة إذن فهذا نسميها تغير المواقع Translocation Ring كروموسوم أيضا اختلال تركيبي If two bricks occur at the two distal ends of the same كروموسوم the broken ends my unit and formed a circle or ring كروموسوم إذا حدث كسر bricks to distal ends في النهايات البعيدة للكروموسوم نفسه فهذه النهايات قد تلتحم يونت تتعد وتشكل كروموسوم حلقي أو دائري circle أو ما يسمى ring كروموسوم وهذا أيضا خلل من الإختل isochromosome اللي هو الكروموسوم متساوي الأضلاع قصير قصير أو طويل طويل إذن قد يكون 2 pp arms اللي هي العذر عن قصيرة أو 2 q arms من إنج هذا ناتج أن الكروموسوم لم ينشطر طوليا لو انشطر طوليا كان عندي ذراع قصير و p arm وذراع طويل للأسفل و q arm هذا الطبيعي تنشطر سنترومير في مرحلة الأنفيس لينجوتدينالي يعني طوليا لكن في حالة الآيزو كروموسوم الخلل يحدث الانشطار transversary اللي هو transvers يعني عرضيا وهذا يؤدي إلى تكون 2 قصير متشابه و 2 طويلة متشابه كل منهما كروموسومات منفصلة عن بعضها البعض يسمى isochromosomes إذن occurs when the centromere divides transversary instead of longitudinal يعني تنشطر عرضيا بدلا عن طوليا so that it separates up تنفصل بعدها بعد هذا الانشطار into two arms إلى ظلعين the chromesome rather than the two كرومات إذن تنفصل إلى ذراعين يعني هما ذراعين أقرب من أن يكون كروماتيدين مختلفين فهذا كروموسوم في ذراعين قصيرة وهذا كروموسوم في ذراعين من الكروماتيدز الطويلة نتناول الآن بعض some genetic disorders قد نسمع بها وسمعنا بها وبعضها لم نسمع بها فلنتكلم عن هذه الحالات هناك بعض disorders المتلازمات والاختلالات قد تكون عددية بسبق النمو هذا اختلالات عددية numerical anomalies وهذه الاختلالات قد تكون بالوتوسوم أنبلويدي اللي هي اختلالات في عدد الكروموسومات الغير طبيعي في الكروموسومات الجسدية الذاتية أو تكون six linked أنبلويدي تكون في الزوج الثالث والعشرين هو six كروموسوم في الكروموسومات الجنسية وأنسمي اختلالات كروموسومية ذات علاقة بالكروموسوم الجنسي أم هذه اختلالات كروموسومية في الكروموسومات الذاتية الجسدية أوتوسوم أو يكون في الكل ما هي الاختلالات في الأوتوسوم للكروموسومات الذاتية داون سندرام وهذا يتحدث ترايسومي زيادة كروموسوم واحد فيصبح ثلاثة في الكروموسوم رقمه عشرين فيصبح عندي العدد الكروموسوم سبعة واربعين إذا كانت أنثى XX أو إذا كان ذكر XY إذن هذا اختلال في الكروموسوم رقمه نفس الكلام Edwards Syndrome Trisomy لكن في الكروموسوم رقم ثمنتعشر ويصبح عندي كروموسوم زائد فتصبح عدد الكروموسوم سبعة واربعين إذا كانت أنثى XX أو إذا كان ذكر مصاب بهذه المتلازمة XY باتوز Syndrome أيضاً Trisomy في الكروموسوم رقم 13 ويصبح عندي ثلاثة كروموسومات في الكروموسوم 13 فيزداد العدد الكروموسومي واحد كروموسوم بدلاً عن 46 يصبح 47 إذا كانت أنثى XX وإذا كان ذكر XY كرايدو كات سندرام بكاء القط يشبه المواء القط البكاتب على الطفل وهذه ليست Trisomy إضافة إنما Deletion اللي هي تركيبية تركيبية وليست عددية فينحذف جزء من الذراع القصير في الكروموسوم رقم 5 فتحدث هذه الحالة أما الحالات والاختلالات الكروموسومية ودس أوردرز المرتبطة بال 6 كروموسوم فهي Turner's syndrome وهنا حذف أو نقص كروموسوم واحد في الكروموسوم الأنثى XX يصبح XO بمعنى O بمعنى فارغ ليس هناك الكروموسوم الجنسي الثاني فيصبح عند العدد الكروموسومي 45 إذن هذا في الكروموسوم الجنسي رقم 23 كلين فلتار syndrome ترايسومي زيادة كروموسوم واحد في الذكر فيصبح XXY XX1 زيادة كروموسوم X بمعنى صبع عند العدد 47 في هذا الذكر triple X syndrome أيضا ترايسومي ثلاثي الكروموسومات في الكروموسوم الجنسي رقم 23 في الأنثى فتصبح الأنثى XXX فيصبح عندي كروموسوم زائد عن الطبيعي فتصبح هذه الأنثى 47 كروموسوم هنا حدثت زيادة في الكروموسوم رقم 23 اللي يسميه الجنسي نتناول أعراض هذه الحالات أو disorders أو syndromes اللي هي المتلازمات cry do cat اللي هي بالفرنسية من فرنش فور cat-like موينغي كراي يعني يشبه بكاء الطفل هذا يشبه مواء مواء القط اللي هي صوت القط وهذا نسمي cat-cry syndrome متى يحدث caused by deletion on the short arm الو p-arm of the كروموسوم number 5 إذن أي كسر في الذراع القصير الو p-arm في الكروموسوم الخامس تؤدي إلى ظهور هذه المتلازمة هذه المتلازمة أحيان يسمى كروموسوم 5-peat deletion syndrome لأنه تحدث الحفوة والفقدان جزء من الذراع القصير الو p-arm في الكروموسوم رقم 5 ما هي السيمتوم الأعراض والمظاهر اللي تظهر على هذا الطفل infants with high bitched monotone cat-like cry يعني صوت الطفل أثناء البكاء يشبه نغمة وصوت اللي هو نفس النبرة نبرة الصوت مواء مواء القط macro سيفالي الرأس صغير اللي هو small head broad face وجه عريض saddle nose وأنف عريضة زي السرج يعني كبيرة إذن هذه الصفة أيضا ears very low in their head أيضا الأذان شوية بعيدة أو أسفل الرأس baby is born very small and grows slowly ولادة هذا الطفل يكون صغير الحجم وأيضا بطيء النمو حجمه صغير ونموه بطيء جدا physical and mental retardation أيضا هناك اختلالات أو اعتلالات أو يعني نسميها اللي هي اختلالات عقلية وأيضا physical اللي هي البنية الطبيعية تكون غير طبيعية البناء أو التركيب في جسم هذا الطفل إذن هناك اختلالات دماغية وأيضا في البنية الطبيعية في هذا الطفل affected respiratory system وأيضا يؤثر على جهاز التنفسي هذه المتلازمة فهناك hard breathing وهذه الأطفال دائما تحدث usually the patient die يموت in the infancy or early childhood في مرحلة الرضا وفي الطفولة المبكرة يموت يموت هذا الطفل المتلازمة الأخرى نسميها brother willy syndrome brother willy syndrome وهذه تحدث بسبب حذف في الذراع القصير للكرموسوم رقم 15 الأولى قناة حذف للكرموسوم رقم 5 هنا حذف للذراع القصير أيضا في الكرموسوم لكن رقم 15 لذلك يسمى 15b syndrome إذن هذه ما هي الأعراض symptoms في هذا الطفل لو يولد بهذه المتلازمة mental retardation اختلالات وبلة دماغي يصبح له اختلالات وأبلة obesity and huge appetite after infancy أيضا سمنة وشهية مفتوحة للطعام لذلك لاحظوا لأنه عنده نهم ويعني قابلية وشهية كبيرة للطعام لالتهام للطعام لذلك هذه تؤدي إلى السمن obesity short stature قوام قصير ليس طويل hypotenia hypotenia بمعنى لقوة العضلات تكون ضعيفة hypotenia small hands and feet أيضا الأقدام والأيدي تكون قصيرة وأيضا hypogonadism اللي يقصور في المناسل أو الغدد التناسلية إذن هذا لو كان ذكر سيكون عندي العدد الطبيعي 46 xy وأيضا لو كانت عدد طبيعي 46 xy لكن هناك نقص في p arm الوذراء القصير في الكرموسوم رقم 15 down syndrome اللي متلازمة down وتنسب إلى down اللي هو مكتشفها عام 1866 وكانت تسمى سابقا known as mongolism المنغولية mongolism اللي هي المنغولية لأنها تشبه المنغول caused by trisomy of the chromosome number 21 إذن الكرموسوم 21 يحدث فيه إضافة كرموسوم ثالث بسبب ماذا بعد المنغولية في الميوزيز ما هي مظاهر هذه الإصابة أنه تحدث هذه الحالة طفل واحد لكل 800 إلى 1000 ولادة إذن من 800 إلى 1000 ولادة فيها واحد مصاب بهذه الظاهرة أو المتلازمة داول syndrome ويتميز المصاب الطفل short skull جمجمة صغيرة short neck قصير الرقبة short hands قصير الأيدي short fingers والأصابة أيضا قصيرة broad flat face الوجه مسطح وعريض large dangling tongue اللسان عريضة وكبيرة ومتدلية small nose and wide nostrils الأنف قصير لكن المنخارين الفتحتين تكون واسعة mental retardation اللي هي أيضا اختلالات اختلالات عقلية mental retardation retardation اللي هي الاختلالات أو البلة في الدماغ إذا كان ذكر هناك زيادة كرموسوم واحد في الكرموسوم واحد وعشرين فيصبح 47 x y اللي هو في الكرموسوم واحد وعشرين إذا كانت أنثى زيادة أيضا كرموسوم 47 x إذن هذه هي أيضا لاحظوا صورة تلخص كل السيمتوم اللي هي العلامات big toys widely spaced بين الصبع الكبيرة والأصبع الثاني تكون المساحة واسعة enlarged colon colon متوسع متضقم congenital heart disease مشاكل خلقية في القلب وهكذا short and broad hands الأيدي الأيدي أو الأدرع تكون قصيرة وعريضة إذن هذه كلها صفات ما يسمى اللي هو Down syndrome المتلازمة الأخرى Edwards syndrome وهي أيضا قنا حالة تحدث caused by trisomy of the chromosome number 18 رقم 18 فيزداد واحد من الكرموسومات إلى هذا الزوج الزوج رقم 8 فيصبح trisomy اللي هو ثلاث الكرموسومات أي كرموسوم رقم 18 لو كان ذكر سيصبح العدد الإجمالي للكرموسومات 47 XY أينها حدثت الزيادة الثالث حدث في الزوج رقم 8 لو كانت أنثى في ميل 47 XX إذن ما هي الأعراض لهذه المتلازمة symptoms mental retardation أيضا مشاكل في الدماء small head رأس صغير الخلقية في القلب وأيضا قد يموت هذا الطفل خلال السنة الأولى من الأولاد المتلازمة الأخرى اللي ما هي العراض دائما تظهر هذه الحالة أو المتلازمة في كل 20 ألف ولادة يظهر طفل واحد مصاب بهذه المتلازمة ويتصف هذا الطفل بماذا small head size حجم الرأس يكون صغير small or no eyes العيون قد تكون صغيرة أو أثرية معدومة cliff upper lip and palate أيضا انشطار وانشقاق الشفة العليا معاه الحنك extra fingers or toys الأصابع الأيدي أو الأرجل أصابع الأرجل أيضا قد تزيد واحدة وأيضا الأصابع الأيدي severe mental retardation أيضا خلل في الدماغ heart and organ defects خلل في بعض الأعضاء وعلى رأسها القلب وقد يموت هذا الطفل خلال السنة الأولى من الأولادة إذن في الذكور يكون هناك كرموسوم زائد 47 x y أين تمت الزيادة في الكرموسوم رقم 13 لو كانت المصابة أنثى هذا هو الصيغة الكرموسومية 47 x x أين حدث الزيادة الكرموسوم هذا الزياد لو في الكرموسوم رقم 13 هنا ما يسمى triple x syndrome اللي هميتا في ميل اللي نسميها ثلاثي الكرموسومات ما هو السبب caused by trisomy of the كرموسوم 23 إذن هذه متلازمة لها علاقة بالكرموسوم الجنسي اللي ورقم 23 ما هي علامتها تصبح الأنثى لها كرموسوم زائد فتصبح 47 كرموسوم أين حدثت الزيادة في الكرموسوم الجنسي بدلا عن x x أصبح triple ثلاثي x x x إذن ما هي علامات هذه الإصابة في الإناث تحدث هذه الإصابة في الإناث كل 2500 طفلة مصابة هناك عفوا كل 200 2500 طفلات طفلة مولودة هناك طفلة واحدة مصابة فقط من 2500 المولودة المظاهر أو العلامات لهذه الإصابة tall stature female طويلة طويلة القامة learning disabilities هناك مشاكل في التعلم تأخر في النمو والنطق والكلام هي تكون طبيعية شكلها طبيعي مظهرها طبيعي وعقلها طبيعي ودماغها طبيعية لكنها تكون عقيمة تكون عقيمة إذن هذا في الكرموسوم ورقم 23 نلاحظ حدوث لتريبل اكس سندرام اللي هي ثلاثية الكرموسوم لها صفات انثوية خارقة لكن قلنا ماذا تكون فيها مشاكل أنها عقيمة هناك ما يسمى أيضا لها علاقة بالكرموسوم الجنسي تيرنار سندرام وهذا سببها بسبب نقص كرموسوم واحد اكس في الزوج 23 في الإناث لذلك تسمى الحالة مونوسومي مونو يعني واحد فقط من الكرموسومات الإكس الموجود والثاني فارغ فتسمى الحالة 45 اكس أو سندرام اللي هي الأنثى في هذه الحالة يكون فيها 45 كرموسوم لماذا؟ لأنها فقدت واحد من الكرموسومات في الزوج الأخير اللي هو الـ اكس كرموسوم اللي هو زوج اكس اكس كرموسوم هذه الحالة تخص الإناث وتتصف المصابة بالعلامات التالية تحدث الإصابة خلال كل خمسة ألف ولادة من كل خمسة ألف طفلة تولد هناك إصابة واحدة وتتصف المصابة الطفل المصابة بهذا تلازمة بالصفحات التالية شارت ستيتشار قصيرة سكن براون سبوت نقاط منية على الجلد لا يحدث لها الدورة الشهرية أو الطمث مينسز سمول فينجر نيلز أظافر قصيرة انديفيلوب جينيتاليا العضاء الجنسية غير واضحة غير متطورة أنبيجيوس جينيتاليا أنبيجيوس جينيتاليا بمعنى أنها غير واضحة لديها غموض في هذه العضاء الجنسية غير متطورة إذن هذا نسميه XO أو مونسومي في الرقم 23 المفروض يكون XX فأصبح XO حذفة أو غابة كرومسوم X1 وأصبح العدد 45 بدلا عن 46 أيضا متلازمة أخرى كلمفيلتار سيندرامز وهذا أيضا ترايسومي أوفذو كرومسوم 23 ما هو السبب زيادة كرومسوم واحد بدلا في الذكر عن XY أصبح عندي XXY ما هو السبب الوعدم الإنعزال أثناء الميوزيز إما في حيوانات الذكر الأب سيرماتو جينيسيز أو عدم إنعزال أيضا هذا الكرومسوم في الأنثى أو جينيسيز في الأم وهذه تخص الذكور ما هي صفات الذكر المصاب بهذه المتلازمة قد تحدث هذه الإصابة في الذكور المواليد كل سبع ألف ولادة تحدث حالة واحدة يتصف المصاب بالصفات التالية والعلامات التالية السيمتونز طويل سلم نحيف نارو شولدرز والكتفين صغيرين إنفرتليتي سترايل عقيم يعني غير خصب لا ينتجي حيوانة منوية وميل بريستس له ثديين يعني تشبه الإناث من هذه الناحية أيضا برود هيب اللي هو الورك العريض يشبه الإناث أيضا الحوض يكون عريض أو الورك عريض لونج آرمز والأذرة الأطراف العلية السفلة تكون طويلة يعني ليس له شعر في الصدر وأيضا الشعر في اللحية يكون خفيف أو معدوم إذن ليس له شعر لا في اللحية ولا في الصدر شعر العانة يشبه الأنثى الشعر العانة يشبه مظهر شعر العانة في الإنان أيضا لأنه بهذه الصفات المشاكل قد يصاب أيضا بما يسمى هشاشة العظام إذن هذه الحالة خاصة بالذكور الميلز ويضاف كروموسوم X إلى الزوج 23 فتصبح الصيغة الوراثية الكروموسومية لهذا المصاب اللي هو 47 XXY إذن يضاف X كروموسوم فيعطيه الصفات الأنثوية لماذا هنا البرست لماذا هنا الورك أو نسميها الحوض واسع وعريض لأنه دخول XX أصبحت علامات أنثوية لكن بقاء Y ما زال ذكر إذن هذا ملخص لكل الحالات إذا قلنا الطبيعي العدد الكروموسومي الطبيعي النورمال في الذكور والإناث 46XY و46XX في الإناث لو حدث اختلالات وتسوم الأنيوبلويد اختلالات في الكروموسومات الذاتية أو اختلالات في الكروموسوم الجنسي من هي الاختلالات في الكروموسومات من 1 إلى 22 الزوج 1 إلى 22 اللي هي تريسومي 21 اللي هي داون سندرام إذا كان ذكر 47 كروموسوم XY وإذا كانت أنثى 47XX تريسومي 18 إذا كان أنثى يكون 47XX وإذا كان ذكر 47XY تريسومي 13 اللي هو في الثلاث عشر باتوس سندرام وقلنا نفس الكلام 47XY و47XX لو كانت أنثى أيضا قد يحدث ديليشن ديليشن اللي هو حذف إما في الكروموسوم رقم 5 أو في الكروموسوم رقم 15 إذا حذف وكسر الذراع القصير في الكروموسوم رقم 5 هذه الحالة نسميها كرايدو كاتسندرام لكن العدد الكروموسومي طبيعي 46XY 46XY نقص أو حذف حذف بسيط في الو بي آرم لأي كروموسوم رقم 5 الحذف رقم 15 في الكروموسوم رقم 15 الحالة نسميها برادر ويلي سندرام برادر ويلي سندرام اللي قناة سمنة وشهية عالية للطعام وقصر في القامة إلى آخر إذن هذه هي بالنسبة للأوتوسوم الأنبلويدي 6-linked أنبلويدي الذي لها علاقة بال قناة ترايسومي XXY وهذه يسمينا كليم فلتر سندرام في ميل فيصبح الذكر 47 كروموسوم XXY هنا عندي ترايسومي XXX اللي قناة XXX سندرام متا في ميل وهذه تحدث في الإنات فتكون الأنثى 47XXX لكن هنا ما يسمى مونسومي فقدان كروموسوم X في الإناث في الإناث فتصبح وهذه نسميها تيرنارز سندرام أنثى ناقصة الأنوثة وفيها عقم وفيها مشاكل وفيها تأخر في النطق والكلام والنمو وأيضا مشاكل عديدة في الأنثى وهذه نسميها 45XO لماذا؟ لأنه موسينج X ما فقدنا كروموسوم 1 من X إذن هذه المحاضرة الأساسية لكن حتى نفهم هنا ما يسمى بلويدي اللي هي الصيغة الصبغية يعبار عن عدد المجموعات الصبغية في نواة أي خلية فلما يقول يوبلويدي أقصد فيها الصيغة الصبغية الحقيقية الطبيعية كم يوبلويدي في الإنسان اللي هي 46 كروموسوم أي زيادة أو نقصان تسمى أن أن يوبلويدي فلما يقول يوبلويدي حقيقي طبيعي لما أضف أن أنفي أن يوبلويدي اللي هي الاختلالات أو الغير طبيعي الصيغة الصبغية غير الحقيقية متى تحدث هذه الحالة الغير طبيعية في عدد الكروموسومات إذا زاد أو نقص واحد أو أكثر من الكروموسومات إلى العدد الطبيعي فيصبح 47 أو يصبح أقل 45 هذه الحالة اللي ذكرناها قبل شوية هي ضمن الأنبلويدي لكن الطبيعية يوبلويدي يوبلويدي إذن أنبلويدي قد تكون زيادة أو نقصان في عدد الكروموسومات ما الفرق بين هابلويد ومونوبلويد ما الفرق من هابلويد نمبر ومونوبلويد نمبر هابلويد نمبر هي half of the total number of the كروموسومات in the somatic cell في الإنسان in humans the هابلويد نمبر إن is أقسم 6 و4 و23 مونوبلويد نمبر اللي هو X وليس إن X اللي هو الكروموسومات أقسم فيها it is the number of the كروموسومات found in a single set of كروموسومات إذن عدد الكروموسومات في المجموعة الكروموسومية الواحدة بمعنى في الإنسان the monobloid number لول X 46 كم مجموعة كروموسومية عندنا مجموعتين وتصبح 23 مثال آخر مثلا في الويت النبات hubloid number for the weight كم 42 على 2N ويصبح 21 لكن monobloid number اللي هو 42 على 6 لأنه كم مجموعة single set of كروموسومات 6 مجموعات كروموسومية وحادية 6 مجموعات كروموسومية وبالتالي يصبح عندنا الناتق 7 إذن هذه مجرد فروق إذن عرفنا yobloidy قلنا هي complete normal set of كروموسوم اللي هي الطبيعة فالعدد الكروموسومات الكامل والطبيعي whole yobloidy اللي هو عدد الكروموسومات المتعدد term refers to the seal with more than 2 أكثر من اثنين إذا كان اثنين هذا yobloidy إذن أكثر من اثنين من المجموعات الكروموسومية 2N تصبح tri 3N أو tetra yobloidy الفور وهكذا anyobloidy قلنا الغير طبيعي نتترو بلويدي وهذا تعني زيادة واحد أو أكثر أو حذف ونقص واحد أو أكثر من الكروموسومات بدلا عن instead of typical 46 كروموسوم in each cell of the body في جسمنا كل خلية في 640 بدلا عن هذا الطبيعي يو yobloidy حتى تصبح anyobloidy لابد ينقص كروموسوم فتصبح 45 أو يزيد كروموسوم فتصبح 47 ما هو السبب فشل عدم الفصل أو الانعزال في الكروموسومات خلال muses 1 أو muses 2 failure of the none disjunction of the chromosomes إذن هذه بالنسبة للاختلالات الكروموسومية لما قل monosome نقص كروموسوم واحد عن طبيعي 45 أقول nel somi فقدان زوج كامل من الكروموسومات 2 in 2 زوج كامل كروموسوم trisomy أقصد فيها زيادة كروموسوم واحد ويصبح عندي العدد 47 تترا somi زيادة زوج كامل بنت somi زيادة ثلاثة وهكذا إذن هذه محاضرة اليوم نراكم على خير في المحاضرة القادمة لتفاصيل أكثر في هذه المحاضرة أو حول هذه المحاضرة يمكن الرجوع يمكن للطالب الرجوع إلى الكتاب المقرر في علم الهيستولوجي نتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله